تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء برقية شكر جوابية من سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة ردا على برقية سموه المهنئة بفوز المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب بكأس بطولة دول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة هذا نصها صاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ الاعتزاز والتقدير برقية سموكم المهنئة بفوز المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب بكأس بطولة دول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة وما حملته من مشاعر طيبة ودعم واسناد زاد على عزمنا عزما لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الانجازات التي ترفع اسم البحرين في المحافل الدولية ويشرفني أن أعرب لسموكم عن عظيم الاعتزاز وبالغ التقدير لما حظيت به من دعم منكم حفظكم الله منذ أن توليت مسؤولية رئاسة الاتحاد البحريني لكرة السلة حيث كان هذا الدعم وتوجهاتكم المستمرة قبس النور في طريق نحو التطوير الشامل للعبة كرة السلة والارتقاء بالفئات الشبابية وتأهيلها لتكون قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا وأن تعزز الصدارة البحرينية في هذه اللعبة الجماهيرية واسمحوا لي سموكم رعاكم الله أن أنقلكم تقدير كافة أفراد منتخبنا الوطني لكرة السلة وجهزيها الفني والإداري وتقديرهم البالغ لما حظوا به منكم من اهتمام ودعم كان الباعث لما تحقق من إنجازات للسلة البحرينية وبخاصة في هذا التجمع الكروي الخليجي الهم معهدين سموكم على بذل المزيد من العمل والجهد لتطوير كرة السلة وترسيخ اسم البحرين في مقدمة منصات التتويجة واسأل الله أن يديما سموكم دخرا وسندا للوطن وشعبه